أهلا بكم قال مصدر مطلع لرؤية أن حكومة الدكتور عمر الرزاز تعتزم إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بعد منتصف شهر أيلول الجاري وأن الحكومة بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون لإقراره وقالت مصادر مطلعة لرؤية أن صندوق النقد الدولي يشترط على حكومة الرزاز ابقاء قانون ضريبة الدخل كما ورد من حكومة الملقي إلا أن حكومة الرزاز رفضت رفضا قاطعا بأن يتم إقرار القانون كما كان بان حكومة الملقي ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ما زالت في محاولات إقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على تعديلات قانون ضريبة الدخل التي أجرتها ولم تعلن عنها حتى الآن مشيرة إلى تمسك الصندوق بالتعديلات السابقة التي تم سحبها في عهد الحكومة الجديدة وأكد نائب رئيس الوزراء الدكتورة جائل معشر في تصريح له أن مشروع القانون ضريبة الدخل لم يقر بصيغته النهائية بعد مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود في مشروع القانون يتم بحثها للتوصل إلى توافق بشأنها وبمجرد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي إن بند فرق سعار الوقود في فتورة الكهرباء الذي يضاف على فتورة المستهلك ليس ضريبة وإنما فروقات خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعا لأسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بدوره بأسعار النفط عالميا وأوضحت خلال زيارتها لشركة كهرباء محافظة إربد أن وقود الكهرباء يعتمد بنسبة 93% منه على الغاز الطبيعي المسال الذي شهدت أسعاره ارتفاعات لارتباطها بسعر برينت من عكس ارتفاعا على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة وبالنسبة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بنظام فلس الريف وإصال الكهرباء للمشتركين خارج مناطق التنظيم من خلاله والذي اعتمد شروط وجود خمسة منازل للاستفادة من النظام معتبرة هذا الإجراء ضرورة في ظل الكلف الباهظة التي يتم تكبدها لإصال الكهرباء لمنزل واحد حيث يقلل القرار من العشوائية في البناء وهو بالمحصلة يؤخذ من المواطن وينفق على مصالحه وخدمته وأشادت زواتي ببرامج الشركة على صعيد حوسبة أعمالها وابتكار تطبيقات ذكية تحقق للمستهلك القدرة على معرفة كميات استهلاكه والتقليل منها لافتة إلى كفاءتها أيضا في التعامل مع الخدمات المقدمة لموجات اللجوء السوري التي شهدتها مناطق الإقلي الحقيقة اليوم ساعدنا في شركة كهرباء إربد بزيارة معالي الوزيرة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية حيث سمحت زيارتها لنا بإطلاحها على منجزات الشركة في جميع المجالات الفنية والمسؤولية الاجتماعية والطموحات والتحديات التي تجابها الشركة والطرق التي تتبعها الشركة لتغلب على هذه التحديات وما تعمل الشركة في مجال الطاقة المتجددة وما تقدم للمشتركين التي تقدمها الشركة بخصوص الطاقة المتجددة كون هذه الطاقة مصدر محلي يعني الدولة تسعى أن تزيده وتزيد مساهمته في خليط الطاقة أصفرت تطورات المالية عن تسجيل عز مالي في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 660 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي مقابل عز مالي قدره حوالي 540 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017 وقالت وزارة المالية في نشرتها إن أنفاق 155 مليون دينار دعما نقدا خلال النصف الأول من العام الحالي منها حوالي 65 مليون دفعت مقدما عن الفترة المتبقية حتى نهاية العام كان سببا في ارتفاع العز بهذا المقدر وبينت أن العز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 797 مليون دينار مقابل عز مالي بنحو 674 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها وبلغت المنح الخارجية لنهاية تموز الماضي حوالي 137 مليون دينار أما الإرادات العامة فبلغت نحو 4 مليارات و 191 مليون دينار وقالت وزارة المالية إن ارتفاع النفقات جاء محصلة لارتفاع النفقات الجارية وانخفاض النفقات الرأسمالية وبيّنت الوزارة أن الحكومة تعمل على تحقيق العز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ حوالي 523 مليون دينار منوهة أن العز سيتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأمريكية وبالانتقال إلى بورصة عمان فقد ارتفع المؤشر في افتتاح تعاملاته اليوم ليغلق عند 1999 نقطة بارتفاع طفيف وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي مليونين وتسعمائة ألف دينار وعدد الأسهم المتداولة مليونين وسبعمائة ألف سهم نفذت من خلال 2237 عقدا وبمقارنة أسعار الإغلاق لشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و35 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان النصاف الاستثمار غير الأردني في البورصة خلال شهر آب الماضي ارتفع بمقدار 11 مليون وستمائة ألف دينار مقارنة مع ارتفاع قيمته 5 مليون وتسعمائة ألف دينار لنفس الشهر من 2017 وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الأسهم المشترى من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر آب 2018 قد بلغت 79 مليون ونصف المليون دينار كما نرى وحجم تداول حصل على نسبة 41 ونصف في المئة الأسهم المباعة كانت 67 مليون 900 ألف دينار أما قيمة الأسهم المشترى من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب بلغت 338 مليون وتسعمائة ألف دينار مشكل ما نسبته 31.4% لكان حجم التداول الأسهم المباعة كانت 311 مليون دينار أما من ناحية المستثمرين العرب فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب حوالي 158 مليون وتسعمائة ألف دينار شكلت ما نسبته 46.9% غير العرب 180 مليون دينار تقريبا و53.1% أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 116 مليون ونصف المليون دينار في عين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 195 مليون دينار تقريبا وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر آب حوالي 49% العرب 37.2% وغير العرب 11.8% وبالانتقال إلى خبر آخر طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لتأهيل شركات لمعينة مستوردات الوزارة من الحبوب والأعلاف وسيتم فتح عروض العطاء في السادس عشر من شهر أيلول الحالي واشترطت الوزارة إحضار الوثائق عند التقديم للعطاء وهي صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن سجل التجاري وصورة عن شهادة التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول وحددت الوزارة شروطا خاصة حيث يحق لشركات المعينة المؤهلة التقدم للعطاء وأن تكون مسجلة أصوليا في بلدانها وتقديم ما يثبت ذلك مصدقا حسب الأصول من السفارة أو القنصلية بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار واحد وعشرين خمسة وعشرين دينارا وثمانين قرشا وسط طلب ضعيف وبلغ سعر بيع غرام من المعدن الأصفر عيار أربعة وعشرين واحدا وثلاثين دينارا وعيار ثمانية عشر نحو واحد وثلاثين وواحد وثلاثين قرشا بحسب أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة المجوهرات أما سعر اللير الرشادي فبلغ مائة وتسعة وسبعين دينارا فيما بلغ سعر اللير الإنجليزي مائتين وأربعة دنانير